والله العظيم انا بشوف ناس دلوقتي يبقى بينهم يقول كروش كان مشروع دلوقتي شوف بعد بعد ما قالك الراجل لازم يمشي راجل لازم يمشي بشوف ناس يقولك كروش كان مشروع فكرة هل كان ممكن يتحسن الاداء وبالتالي كابتن اهاب جلال يجب عليه ان يعني في اولى مبارياته ان الامور تتحسن بالشكل الملحوظ الكبير قوي ولا الامور هتبقى يا ريتنا كنا خلينا كروش مسلا انا زي بس ما بدأ كابتن شريف يتكلم في حيثة الاداء وبصمة اهاب تظهر على الفرقة من البداية اولا هو اكيد شخصية المدارب بتظهر من اول مطش لكن الاداء يتحسن او ما تحسنش ده اكيد عايز وقت وعايز فترة كبيرة وهل اداءنا كان وحش تامكاتنا لا احنا ده انا مش عايز اقولك احنا في الكاسة امم افريقيا احنا عاملين مطشات كويسة جدا من مطش كودفوار عاملين شغله كويس قوي قوي ويمكن احنا دايما في المطشات التجمعات دي كنا مستوانا بيقلى دايما مع كل الناس اللي لعبت امم افريقيا كان دايما مستوى الفرقة بيقلى في المطشات النهائية والفرقة واصلة نهائي وطالق مثلا كذبانا المغرب كذبانا كودفوار كذبانا كاموري لا اولا عايز اقول بس المشكلة عندنا اللعبة بتاعتنا بتسرح في الملعب اللعبة بتاعتنا عايزة بس شوية تركيز شوية انا متفاعل جدا بايهاب لسبب بسيط جدا اهاب عنده سبات في التشكيل عنده انا شايف من التشكيل اللي بادئ بيبو او التشكيل اللي ممكن يلعب بكرة لا في 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 عايزة اقول لعبة بتلعب في اماكنها بتلعب في في ميركز جدا في التشكيل انا شايف اسماء فعلا تشكيل متواقع كانت المعرش برضو لا اكيد 90% يخرج عن كده ممكن بكرة يعمل ايه هو برضو ما فيش في ايده عصر صحرية فروق انه هو يغير ويجيب ويلعب مثلا اما هو ده التشكيل لكن هو ده اللي موجود اي حد ما كانوا يعمل كده ولكن انا متفايل جدا وبعدين طبيعي ان احنا هبمسك حتى لو كنا رافضين او الناس قترة رافضة لازم مسندة مسندة منتخب مصر وكل الدعم طبعا للفرقة وان هي تقدي ان شاء الله بإذن الله ونوصل عشان احنا زي الشريف ما قال احنا اكبر فرقة في افراقيا واكبر كتاريخ وبطولات وكلام ده فانا متهالي ان احنا هنشوف حاجة افضل من اللي فاتت وافضل من كروش وصفحة كروش مفروض تتقفل بصراحة داتنا